قبل ما نبدأ الملخص كل الأجزاء هتلقوا في أول تعليق مثبت هنا شينو بتقول هقدي معه مطلق للصيف علشان أنهي العلاقة دي علشان ساكي وكمان علشاني أنا انتو فاهمين بقى عايزة تشيل نواية من قلبها لما بتفتح سكي الباب بتكون بالمنظر ده شينو بتمسكها كده وبتقولها اللي انت عامناه في نفسك ده ما تمسكي نفسك شوية ولما بتدخل البيت بتلاقيهم كاركب طبعا بتجيلها الصدمة وبتقولهم وانتو عايشين حياتكم كده اللي بيحصل هنا بتلملهم هدومهم طبعا مناسي بتتفاجئ هو انتو زي كنتو أصحاب بجد شخصيتكم مختلفة عن بعض بترد عليها ساكي بصراحة احنا سجمنا مع بعض بسرعة شينو بتقولها هو انت متأكدة من اللي انت بتقوليه نعم هو انت لازم تفتحينها يعني ونرجع للماضي كانت شينو أول يوم لها في المدرسة ولما شافتها سياكي أو ساكي لأول مرة انصدمت مجمالها وقالت ان انت لاطفة جدا بس شينو مساجتها المسكة دي ورمتها على الأرض وبتعتذر منها ساكي بتقولها يمكن فيهمتيني غلط انت بجد بنتي كيوت وحصلتي على المرتبة الأولى يعني لازم نكون أصدقاء بتبص عليها كده وبتقول لها ما نصحكش وكمان كانت شطرة في كرة السلة وبتقول لها على فكرة انت بس بتضيع وقت وبتقول لها بالعكس يمكن نكون أصحاب هنا بتقول لها حياتي أنا بنيها عن السنوية والجامعة يمكن لما نقبط نقدر نكون أصحاب بس دلوقتي ما ينفاش طبعا هنا ساكي أصرت انها لازم تكون صاحبتها وبتيجي عندها كمان بتقول لها خلينا نلعب مع بعض شينو بترد عليها وانت ما بتفهميش بقالي ساعة بتكلم معاكي بتقول لها بس اللعبة دي جميلة جدا هنا بتقول شينو دي بجد بنتي عايزة تجننني وبتقول لها ساكي تمام خلينا نلعب مع بعض خلاص قلت لها ما تخفيش جبت اتنين ترد عليها شينو انت بجد بنت غبية بتقول لها ساكي حاملي أصلا بحب البنات اللاطفين اللي زيك هنا شينو خلاص بتستسلم وبتقول لها أحسن حاجة ألعب معاكي علشان ما تضيعيش وقتك على الفاضي بترد عليها ساكي شكرا أنا أصلي خلاص بقيت بحبك شينو بتتفاجئ إذا هي المحبة بتيجي بالسرعة دي وبنرجع للحاضر بتلوهم زي ما قلت لكم بقيت بتتبعني لأي مكان أروح له وأصرت إنه نكون أصدقاء هنا نوايا بيعتزل من شينو وبيقولها آسف علشان خليتك تقبلي العلاقة دي بترد عليه من اللي قالك قبلتها أصلا حعمل المستحيل علشان أفرقكم وعملوا حسابكم العطلة الصيفية حقديها معاكم بتروح تعود لوحدها وبترجع تبص على الصورة اللي كل شوية بتبص عليها نرجع للماضي ساكي شينو بقى أصحاب شينو أول مرة تشوف نوايا وهو بيعترف لساكي بحبه طبعا كانت بترفضه أول حاجة عجبتها في نوايا هم معنى كانوا صدقين حتى في المدرسة ما كانش بيحل عنها وكان بيقولها أنت حتكون ليا وأنا ليكي وطبعا كل مرة كانت بتديه العلقة دي وكل مرة بتديها أكتر وأكتر ومع ذلك ما فيش حاجة اسمها استسلام ده اللي خلت شينو إنه هي تحبه أكتر وأكتر ما كانش بيعرف حاجة اسمها استسلام وقالت له الأول مرة هو أنت ما ينفعش تجرب حاجة تانية بيقول له أنت أصدق إيه بتقوله بصراحة يمكن تكون هي ملت علشان أنت شكلك غريب وأتصريت عليها أكتر من اللازم يمكن تخرج معاك في حاجة واحدة إنه أنت خلاص ما تبقاش تعترف لها بحبك يمكن حيجيلها فضول وبدأت عليها مستحيلة استسلم أنا بجد بحبها هنا بتقوله مين قالك استسلم أصلا بس بقولك جرب طريقة تانية وبدأتذر منه بتقوله بجد كنت واخد عنك فكرة غلط فتكاتك بس عايز تخرج معاها وكده يعني بس أنت بجد أبهر تاني العمو في طريقة تانية أفضل من دي والأسبوع الجاي عيد ميلادها خطتك بيرد عليها إيه رأيك أجبلها ميت وردة ولا يجبلها ختم ده عشان أعبلها عن حبي بترد عليه الشينو إيه رأيك تجبلها كمية كبيرة من العلكة نعم هو أنت عايز توديني في دايا بترد عليه بعذر معاك بس يمكن تكون الفكرة جميلة وبيقولها أنت قريبة من ساكي بترد عليه بس بتحملها علشان شخصيتها ضعيفة نعم هنا بيقولها وانت زي بتتكلمي عليها كده وبيأخذها علشان يشترولها هدية ساكي زي لما بتجرب اللبس ده بيقولها أنت بجد بنت لطيفة وأي حاجة بتليق عليك نعم وبتكسف البنت هنا بتعرف أنه ساكي كمان في المحل لنفسه بيقولها لو عرفت أكد حتفهمني غلط وبتقول له وانت زي بتتكلم كده انت عرف إحنا جينا هنا لي وبيقول لها لازم نستخبع وبتحاول تستخبع ساكي حتى نوايا عشان ما فيش مكان يستخبوا فيه بيضطروا يستخبوا في القوضة اللي بيغيروا فيها لبسهم بتقول له ممكن ما تبصش بالتجاه ده بيقولها طبعا وبيشكرها علشان ساعدته اليوم ده بيقولها أنت بجد منتو طيبة بتقول له على فكرة أنا مش طيبة ولا حاجة بس بحب بحل مشاكل للآخرين ومشاكل لي ما فيش حد يعرفها أصلا هنا بيقولها بالعكس أنت بنت لطيفة وطيبة كل الصفات موجودة فيك طبعا انبت بتتكسر وبتقول له على فكرة ما ينفعش تقول الكلام ده غل ساكي وبيبص عليها كده بالغلط هنا بتتفجع للأرض وبتقول له وانت ليه بتبص وبتقول له خلاص خلاص ساكي راحت نقدر نخلص شغلنا ولما بيخلصوا طبعا حيكافئها بيجيب لها الهدية دي شينو بتشكره تقول له اعتبارة من بكرة ما تبقاش تتكلم معايا علشان لو قربت مني أكتر من كده هحبك بيتفاجئ وبيقول انا بحب ساكي بس حتى شينو بنت جميلة ولطيفة بتقول له ايه هو انت سدقت نفسك ولا ايه العموم انا بشكرك على فكرة وبشجعك كمان بيفطل يبص عليها كده تاني يوم بيروح عند ساكي بياخد لها الهدية هنا طبعا ساكي بتحب وبتفضل تبص له نظرات كده يعني وبتقول شينو حتى ساكي بتحب نوايا بس مش بتحب بتظهر حبها ليه نرجع للحاضر هنا شينو جاية بتلاقي نوايا نايم وبتفضل تقرب منه وبتقول يمكن عملت غلط لما جيت عيش معاهم انا اصلا لسه ما تخطيش وبتقرب منه اكتر واكتر وقبل ما تحصل الحادثة دي بتيجي ساكي بتبص عليها كده وهي مصدومة ايه ده اللي بيحصل هنا شينو هو انت بتعملي ايه بتتفاجئ وبتقول لها ما تفهميناش غلط بس طبعا ساكي احنا عارفينها بقى بنت غبية وبتقول انا لازم الاقي خطة وبتقول لها اصلا انا شفت دبانة بوش وروحت علشان اشيلها ساكي بتقول فهمت فهمت ما قلتلكم بنت غبية وبتصدق اي حاجة بتقول لها اصلا انت ما تقدراش تعملي حاجة انت صديقتي الوحيدة وبتقول لها شينو انا لازم الوح استخدم الحمام بتقول لها من اتجاه ده وبتقول شينو مع نفسها هو ان انا كنت حعمله انا بجد بنت مجنونة وبيجي صدفة هنا بيبص عليها بيكون شكلها ماينفعش يبص من الكلام ده وبيقول خلاص حتصل بالشرطة علشان عملت حاجة مش كويسة بترد عليه شينو خلاص انا الضحية وقلتلك ما فيش مشكلة هم بيتخنقوا على التليفون كده بتقع الشينو طبعا هنا ساكي بتسمع اصوات غريبة كده بتقول لها من المرة التانية انت لوحدكم وكمان بالمنظر ده شينو بتقول لها ما تفاهميناش غلط ما حصلش اي حاجة هنا بتقول عد بس يوم واحد وحصلت كل الكوارس دي نوايا بيقول لها خلاص ما حصلش حاجة اصلا الغلط غلطي انا بتقول له انت بالذات ما تتكلمش ساكي بتقول لها بجد ما حصلش حاجة انت صاحبتي وانا واثقة فيك نعم وبتقول لها انا اصلا جيت علشان اوقف العلاقة دي وانت لازم تستعد يا غبي وهي معصبة بالشكل ده ساكي بس بتبص عليها كده ومش فاهمة حاجة زي القطرش في الزفة وبيكونوا محضرين لها الاكل ده طبعا كل ده حضرته مناصي وبتقول لهم انا جيت علشان اوقف العلاقة دي وانتوا لسا بتعملوا اكل نوايا بيقول لها احنا بس بنحتفل بيك انت رحب يعني شنو بتقوله نعم هو انتو بتهزروا نوايا بيقول لها انت صديقة ساكي المفضلة ولازم نهتم بيك بترد عليه مناصي عندك حق وبيقول لها اصلا انا هخليك توافق عن العلاقة دي بترد عليه مستحيل انتو بجد ما تعرفونيش بتيجع علشان تروح بس بتيجي مناصي وبتقول لها ممكن بس تاكلي معانا انا افتكرت لما حتبخ وحتاكلي معانا حنقرب من بعض اكتر هنا بترد عليها شنو خلاص حاكل معاك بس ما تتوقعيش مني ان انا اكون صديقتك بترد عليها شكرا ولما شنو بتاكل الاكل بتحب الاكل وبتقول بجد الاكل ده جميل وطبعا مناصي بتبسط بتقول لهم اكيد صرفت فلوس كتير على الاكل ده مناصي بترد عليها ايوة نوايا هو اللي صرف وبيقول لها انا وعدتهم علشان حصرف على البيت هنا بتددلها الطبق ده وكمان الطبق التاني شنو بتقول لهم الاكل جميل اكيد اخذ منك جهد كبير بتقول لها مناصي انت صدق في مدحي مع انك بتكرهيني بس انا مبسوطة هنا بتقولها على فكرة انا بكرهك وبتقول لهم حوريكم كمان للطبق على اصوله وبتطبق لهم الاكل ده بتقول لهم على فكرة لازم تأكلوا كمان الخضر علشان اكلكم مصصحي خالص على ذلك مناصي بتشكرها هنا ساكي بتقولها على فكرة مناصي تعلم ان تطبق على شان نوايا حبها شينو تتفاجئ وبتقول لها هو انت كنت تعرفي انه نوايا وساكي على علاقة ببعض ومع ذلك حبيتيه بترد عليها ايوة شينو بتقول لها ازاي عملت كده هو انت ما حسيتش العذاب اللي حتسب به لساكي بترد عليها انا معرفش ساكي مرت بايه ومعرفش في المستقبل اصلا هيجرائيه شينو نوايا وساكي كمان بس بيبص ببعض كده وبتقول لها بس انا بحس بزن بياني قالت لها مدام كده وقفوا العلاقة دي بترد عليها مناسي مقداش علشان انا بحبه وكمان نوايا وعادني انه هو مش هيسبني وانا كمان مش هسيبه ومعنديش اي نية ان انا انفصل على نوايا ساكي بتبص عليه وها مبسوطة بكلامها اما نوايا بيقول كل ده علشاني انا شينو بتقول بيبان عليك ان انت لطيفة وكيوتو من الكلام ده بس عند ضرورة انت صعبة ساكي بتقول شينو ممكن تفاهم بترد عليها لا فورا بتقول لها اسفة هنا شينو بتقول لي مناسي دلوقتي بقيت بجراك اكتر واكتر وانا متأكدة ان انا حخليكم تسيبوا العلاقة دي مناسي بترد عليها مستحيل اتنازل ونوايا طبعا بيشجاها والحد هنا بيخلص الملاخر يلا سلام